كلام خطير ما ينفعش نعلق عليه من غير ما نسمعه بعظمة لسانه من هو بطل الدوري هزا الموسم؟ نقدر نحدد ولا صعب؟ والله أنا خافي باب بيرامت وخاف ليه؟ لأن أنا شايف الزمالك آه ماشي كويس بس ما فيش ما فيش الدكة وما فيش اللاعبين اللي ممكن ينقوا الدوري بنفس المستوى خبرة حزاك الأهلي رغم أن عنده عدد اللاعبين صغر السل الجيدين جدا جدا لكن للأسف مش موظيفين بلعبوش مش مؤتمين بيهم فيعني برضو فأنت لو لا لا فيعني أنا خايف بينك يا ومتمناش إن بيرامت ديكس ليه؟ كده رغم أنهم من فبعا ده فريده ده فريده ده فريده في الدور المصري أنا قلتش لا لكن أنا بكلمك كمشجع كورة بقى أنا بكلماش كعده مجلس الدارة اي في فريد بنعود مجلس الدارة أقول لك والله يعني ربنا بارك لكن أنا بكلمك كمشجع مصري أه 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 ما تجده شيء أنا هي هو واحد من الثلاثة واحد من الثلاثة واحد من الثلاثة أه يعني أنا حتى الآن زي مالك هو اللي اللي في المشهد أكتر أه وأتمنى طبعاً لأن ده شيء قويس للكورة إنه مش بفري واحد محتكر بصورة الدولة ثلاثة أربع نقط مهمين للدكتور كرام كوردي النقطة الأولى هو الراجل مش عايز بيرامدز ومش عايز الأهلي المشكلة عنده في فوز بيرامدز قالك أنا مشجع أنا هنا بتكلم كمشجع ودي لازم أن نقف عندها دي نقطة تتعلق بالضمير العام النقطة التانية تتعلق بالآله قالك هيبه فيه احتكار للقب هو الراجل عايز الزمالك بهذا الشكل الواضح والصريح هنا الدكتور كرام كوردي مش قادر أفهم يعني إيه أنا بتكلم كمشجع كورة مش كعضو مجلس إدارة مش موجودة إلا في مصر والله ما موجودة في حتة في الدنيا هو برين في حي مؤسسة طلبه بصفته ايه بتكلم حد هو طلبه كعضو مجلس إدارة الاتحاد ومدينه فرصة لإعلان أراءه بصفة عضو مجلس إدارة الاتحاد ويقدم على أنه عضو مجلس إدارة الاتحاد يعني ايه كل واحد فيكو السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يقول كل رغباته وكل أمنيه وكل مواقفه ولما يجي عايز يخسل إيده يقول أنا بتكلم كمشجع كورة طب إزاي يعني إزاي يستقيم ده المهندس هنا يا بريدة اضطر يخفف من وطقة ما حدث الأول بس كيف رأى أحمد حسن أولا أنت استهدفت بيرامدس بشكل واضح ومش عايزه يكسب بكده خلاص أنا مش عايزه يكسب بدون إبداء أسباب حتى وإبراهيم فيق بيقول له بس ده فريق في الدوري قال له يا أخي أنا خر ما في ناس تانية معاني معاني ها في ناس تانية معاه في الاتحاد معاني في ناس تانية في الاتحاد حاجات تانية خالص خالص ومستترة ومحدش يعرف على حاجة السادس كرم نسي حاجة مهمة جدا ويتحدث عن دكة الزمالك يعني أن يعني بيرامدس صاحب أيادي بيضاء جدا على قائمة الزمالك هو المسانع الدكة يعني ده الجزاء يعني طيب أحمد حسن أو الكابتن أحمد حسن المشرف على الكورة في بيرامدس طبعا سأته تصريحات الدكتور كرم كوردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة فقال أحمد في تغريد تصريحات غريبة اليوم من دكتور كرم كوردي عضو اتحاد الكورة خايف بيرامدس يفوز بالدورة بالتأكيد أتفاهم خوفك يا دكتور من فوز فريق هندي ببطولة الدورة المصري ولكني قعدك بأن خوفك سيستمر لنهاية الموسم يعني هنفضل منافسين ده أمر يخص بيرامدس ويخص الاتحاد ويخص الإسماعيل ويخص المصر ويخص الجونة ويخص كل فريق من الفرق التمنتاشر حقها في المنافسة مشروع محدش يقدر يقول ده مش من حقه اللي مش من حقه أن احنا نسمع الكلام ده أن احنا نلاقي انحيازات أصحاب القرار بهذا الوقت الصريح وده يمكن اللي خلى المهندس هاني بريد أحول أن يخفف من وطقة هذا التصريح بانت المسألة غريبة جدا فاضطر المهندس هاني أبو الحاد أنه يطلع تصريح النهاردة يقول أنه بيأكد على حيادية التحاد اللعبة في جميع مسابقاته وأن التحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري إضافة إلى أن المسابقة تدار باحترافية عالية من لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين وأشار بريدة إلى أن مصادر على لسان الدكتور كرم كوردي عضو مجلس الإدارة من تصريحات حول أمنياته لفوز نادم بعينه بالبطولة لأنها تفصلت قوي كانت في إطار خارج تماما عن موقعه كعضو مجلس إدارة في الاتحاد مش مفهومة باش مهندس وأن هذه الأمنيات لا علاقة لها بعمل الاتحاد وقراراته ومواقفه المحايدة أضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سعيد بزيادة المنافسة على سباق الدوري بل ويأمل أن تتسع دائرة هذه المنافسة بما يعكس قوة الدوري المصري ويساعد على الارتقاب المسابقة فنيا وتسويقيا بما يعود بالنفع على جميع الأندية المشاركة وبالتالي على الكرة المصرية بصفة عامة عندي تعليق طبعا مش لما وقف الدكتور كرم كوردي هو كان أكثر صراحة من غيره لأنه ده بيوضح هو مين فعلا نادي الدولة ونادي الاتحاد والاتحاد من المسيطرة اتحاد كورة طول عمره الدكتور كرم بس راجل كان واضح وبسيط وقالها غيره مجرهاش غيره ها لما نزل على السوشيل ميديا بعض اللعطات التي توضح المجملات التحكمية غيره قاعده مجلس إدارة ينتمي ها ساعة إلى إقاف هذه اللقطات وإلى شطبهم على السوشيل ميديا وهنا نظنه الدمث اللطيف المحايد ولكن في الكواليس كلهم بنفس الصرامة والشراصة ضد حقوق النادي الأهلي